تعرف العقار الفلاحي لا يجب أن يخرج من عن نطاقه القانوني فحاليا القانون السري المفعول في خصوص العقار الفلاحي هو قانون توجيه العقاري 9025 صدر سنة 1990 والذي عرفت المادة الرابعة منه أن العقار الفلاحي هو كل أرض تنتج سنويا خلال سنة واحدة أو في عدة سنوات بتدخل بشري أو بدون مواد وسلع سواء تستعمل الاستهلاك البشري أو الحيواني أو النباتي فكل ما أرض تنتج سلعا بتدخل الإنسان في خلال سنة أو سنوات تعتبر أرض فلاحي هذا هو العقار الفلاحي العقار الفلاحي هذا نظامه أيضا الصنفة إذا كان نتكلم عنه هذا من ناحية طبيعية من ناحية التصنيف القانونية فإنه العقار الفلاحي يتمثل حاليا في الجزائر في ثلاث تصنيفات أساسية هي الأملاك الخاصة للدولة الأملاك للدولة تقسم إلى قسمين أملاك عامة وأملاك خاصة الأملاك العقارية وفق من نصط عليه المطة الثامن عشر من المادة الثامن عشر من نفس القانون يعني تسعين خمسة وعشرين أكدت بأن العقار الفلاحي أو الأراضي الفلاحية تعتبر أملاك خاصة للدولة هذه النقطة الأولى النقطة التالية تعتبر عقار فلاحي هي الأراضي المملوكة للخواص الأراضي الفلاحية المملوكة للخواص وثالث نقطة هي الأراضي التي هي أراضي وقفية للعقار الفلاحي وبالتالي فإن العقار الفلاحي تمثل في ثلاث نقاط أولا العقار الفلاحي الخاص المملوك للدولة الأملاكة الخاصة للدولة العقار الفلاحي المملك للخواص والعقار الفلاحي المملك في إطار قناة الأملاكة الوقفية